في ذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصل إلى أرض بها زرح وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أطوق للنوم بعد رحلة طويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليأكن هيا إلى النوم لنصيك كذا مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ وقد دمروا أرضي وتجارتي قد أصبحت مفلسا بسببهم إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص إهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه استبدى بها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه وتسرق حرث الآخرين صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل ألست راضيا عن حكم نبي الله داود بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصروم بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغناب وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثك ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أوضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فائلين عندما كان سيدنا موسى عليه السلام في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة ها؟ لا تخف أنا صديق قديم ألا تذكرني؟ معذرة أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعا لا أجد مالا أنفق منه كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته ها؟ لماذا؟ لأنني لا أعمل وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟ قل ذلك لعمي آه عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا معك حق أنت بالفعل صديق مخلص وكريم سأذهب الآن لا 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 تشكرني لا شكر بين الأصدقاء ها 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 إنني يا ولدي لست غنيا وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة أطال الله بعمرك يا أبي كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة إنني يا أبي في خير حال لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدة ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر ما الذي نريده فوق ذلك؟ أنت غلام طيب وصالح إنني يا بني أشعر بقرب النهاية وأوصيك خيرا بأمك ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا اللهم إن استودعت هذه البقرة لابني فاحفظها له يا رب العالمين أعرف أن الفراق مؤلم ولكن الموت شيء جميل إننا نحس بنوع من الرضا حين نسبح هذا معنى أننا نحقق ذاتنا ما أجمل أن يكون معطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة معذرة إنها ليست للبيع انتظر انتظر سأعطيك فيها مئة قطعة من الذهب قلت إنها ليست للبيع أرجوك يا صديق المخلص أرجوك إنني بحاجة لبعض المال وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من مالي وسأدفع لك عمك في أتم الصحة وقد تموت أنت قبله معك حق ولكن ما العمل؟ تقتل عمك أقتل عمي؟ لا 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 سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني بالتأكيد النفس بالنفس هذه شريعة موسى معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء لا بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وستتزوج ابنته أفقد كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم يمكن جئت لأشتري البقرة سأدفع فيها مئتي قطعة ذهبية ولا ألف قطعة هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا يا لها من مصحة وزن البقرة ذهبا لماذا؟ صدقني يا عمي لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا أقسم لك هذا كلام طيب وأدركت أنني يجب أن أعمل عظيم أريد أن أتاجر ولكن في صبط آخر ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي ليست جيدة والتجارة سمعة يا عمي أليس كذلك؟ معك حق وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى الصبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم ما رأيك؟ لك هذا يا حجر إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة طلب أخير يا عمي ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي وأحسن الخير أن يكون في السر لك ما تريد رادية لدي عمل في الصباح البكر سأحرص الحقل كله لصاحبي أرجوك أرجوك أريد أن أنام اذهبي إذن أشكرك على كل حال أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء يبدو أنني سرت كثيرا سأنام هنا لبعض الوقت لا أفهم يا ابن أخي لماذا إصرارك على السفر ليلا؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام ستنام يا عمي ستنام إلى الأبد حجر هذا صوت صراخ لآدمين أرى الحجر على الأرض هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني أستطيع الكلام بلغة البشر وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الأرض تلمع بالنور وهذا يعني يوما جديدا ولكنني لا أستطيع النوم كيف أنام بعدما رأيته؟ إنسان يقتل إنسانا آخر اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي ولن أدعى المجرم يفلت بفعلته فورب موسى وهارون لأن تقمن من هذا الصد كله اهدأ اهدأ يا حجر كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأصباط ويرفض طعميق الخلافات بينهم وما النتيجة؟ قتلوه فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي والنار التي في صدري لو رأت القاتل لا أحرقت هوني على نفسك يا ابنة العم كل ما أرجوه أن ننتظر سيأتي منهم خمسون رجلا يحققون في مقتل أبي ثم يقدموا لنا القاتل حقنا للدماء معك حق وإذا لم يعرف القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء طبعا من له مصلحة في قتله؟ قد يكون القاتل لصا أو قاطع طريق السؤال المهم هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين وما العمل يا كبير الصبت؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية ماذا قال سيدنا موسى للناس؟ ومنذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة بقرة؟ الكلام عني ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار في الدنيا قد تكونين أنت أو أنا أو أية بقرة أخرى قالوا للنبي أتتخذنا هزوة؟ يا لها من جرأة كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث عاد الناس إلى ديارهم كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم؟ ثم يعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قالوا أتتخذنا هزواء؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ماذا سنفعل؟ إن الرجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها لقد قال بقرة أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبحا حلبقرة حجر أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي وحمايتك واجبي بل ومسؤوليتي تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي من يدرينا لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا؟ في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي هذا أقل واجب ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل والأفضل أن نتزوج نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح لن تجدي من يواسيك ويرعى أموالك مثلي هيا أخبرني بالأخبار ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعوا ربا ليعرف ما هي البقرة ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارد ولا بكر هل قاموا بزبح البقرة؟ أم أنهم في الطريق إلى الزبح؟ لا لا هذا ولا ذك لا أصدق ما أسمع لماذا لم ينفذوا أمر ربهم؟ لقد قال لهم النبي موسى عليه السلام نفس المعنى افعلوا ما تؤمرون كيف سنبرر لسيدنا موسى تأخرنا عن تنفيذ الأوامر هذه المرة؟ سنسأل عن لون البقرة وما أهمية اللون؟ كيف؟ الألوان مهمة للغاية فالرمال صفراء والمراعي خضراء والسماء زرقاء والشمس برتقالية اللون أرأيت؟ أرأيت أهمية الألوان؟ لست أفهم ولكنني أريد إنهاء الموضوع فلنسأل عن اللون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ألم أقل لك إنني البقرة المقصودة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هيا هيا استحبيني إلى حقل الفول الجديد غريبة لأول مرة تتحدثين عن الطعام أشعر أن موعد ذبحي قد اقترب وأريد أن يحصل الشاب الطيب على أكبر قدر من الزهب لن أذهب معكم هذه المرة ماذا سنقول لسيدنا موسى سنقول له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قلناها من قبل ابحثوا عن جديد سنقولها ونضيف عليها إن البقرة شابه علينا اتقوا شر الحليم إذا غضب سنقول لسيدنا موسى إنا إن شاء الله لمهتدون انطبقت عليك جميع الأوصاف فلا توجد بقرة صفراء ليس فيها عيب ومتوسطة السن ولا تعمل ولا تحرث في الأرض غيرك لماذا أوقفت الوزن؟ انتظروا حتى تشرب البقرة موسى ما كنت أحب أن أبيعك ولن يغنيني كل هذا الذهب عنك أبدا يجب أن تفرح لي سأكون آية من آيات الله وإن كنت لا أدري كيف ماذا يحدث؟ هذا انتهاك لحرمة الموت انتظر يا زوجي انتظر هذه أوامر الله لسيدنا موسى لقد دفعنا ثروة ضخمة للغلام اليتيم صاحب البقرة فماذا سيحدث الآن؟ انتظر لترى وأمر سيدنا موسى عليه السلام بذبح البقرة وقال موسى لقومه اضربوا الميت ببعض البقرة أي بجزء منها يضرب الميت بالميت فينهض حيا بإذن الله ويقول لكم قتلني ابن أخي هذا هو قاتلي فخذوا بثأري منه أنت قاتل أبي خد عني الشيطان وأنزل الله آية لتكشفني فيا ويلي يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من ثروة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفر على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا الأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة ولكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة ذهبا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافلٍ عن ما تعملون كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبون الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنه امتحان الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قريب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تخذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري؟ عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ معذرة لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أم تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد هل ستصيد من غير شباك نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباكة من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباكة في صمت أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباكة وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباكة بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خذوا خذوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدب أيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قروض يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على زم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبدا مثل كل البنات أولا لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانيا ثانيا أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا كل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باهز البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتا صغيرا يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النار في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة أأم عذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دعلي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكم يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمع الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لا يصح يا سيدي أنت من جئت أولا لكنك أكبر سنا وضيفنا لن أدخل إلا بعدك هيا حضرة القاضي ينتظر هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء لن أقبل مالا ليس من حقي وأنا كذلك هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أم جد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبل وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بيضوح رغم أننا في الظهيرة أنصحكما بأن تسرعا بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرعا هل نظل هنا كثيراً؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيداً ونذهب نحن ونسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا؟ إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة امرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو عقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابه السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ أو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 بد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء؟ آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نقع عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم النار بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يا أوسا يا رجل لعل الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل ومرجبت به طاعة الله وأظنه من صالح الأعمال كنت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألن تبيع لي هذا الحليب؟ يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي يا عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة فقد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع صبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نعد نطيق الانتظار من أنت يا مرأة؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ إيه عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة مواحدة حتى تحدث الباركة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع إلي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة سأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبوي هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سلام عليكم يا أمي إنها نائمة وأبي يغط في نومه أيضا انتظر حتى يستيقظه إني جائعة يا أبي أعطني بعض الحليب حفان يا حبيبتي سأسقي أبي وأمي أولا لا أستطيع الانتظار يا أبي لقد أخذت عحدا على نفسي ألا أسقي أحدا قبل أبوي رابح ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء؟ لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل؟ انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة آه لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأس منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تماد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصدك حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أي كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاول لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ها هي النقود أتبكينا يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيئا إلى نفسي أن تتزوجني واستدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذ المال معك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضائع كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لا كما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثلما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالهناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا رأيته يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خالي البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتدخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صارت قطعانا بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيرا عندك قبل عشرين عاما عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغا من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوما واحدا أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقا؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هل أعطيته آلاف الأبكار والأخنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئا؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئا يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد ترجمة نانسي قنقر